بسم الله الرحمن الرحيم ننتقل الآن إلى دراسة موضوع مهم يتعرض لمهارة أساسية من المهارات التي يجب أن يتمكن منها معلم اللغة العربية هذه المهارة هي كيفية صياغة الأهداف السلوكية إن نجاحك كمعلم للغة العربية مرهون بدرجة كبيرة بأن تكون قادرا على صياغة أهداف درسك صياغة سلوكية صحيحة وأن تكون قادرا على ترجمة هذه الأهداف إلى إجراءات تدريسية صحيحة وإجراءات تقويم مناسبة حتى يؤتي تدريسك ثماره المرجوة دعونا نبدأ أولا بالتعرف إلى مستويات أهداف التعلم لا بد أن أشير لك هنا إلى أن الأهداف في الميدان التربوي لها مستويات عديدة متدرج من العمومية إلى الخصوصي وأنه ليس هناك اتفاق واضح بين التربويين على مستويات هذه الأهداف ولكننا بشكل عام نعرض لك تصنيفا لأهداف التعلم يشمل أولا مستوى الغايات العلي ثانيا مستوى الأهداف العامة ثالثا مستوى الأهداف المتوسط رابعا مستوى الأهداف الإجرائية أو السلوكي أنت تتساءل الآن هل هناك فارق بين هذه المستويات المتعددة لأهداف التعلم؟ دعونا نتعرف إلى كل مستوى من هذه المستويات نبدأ أولا بمستوى الغايات العليا الغايات العليا هي ما يتصوره مؤسس الدولة حسب دينها وثقافته في المملكة العربية السعودية فإن الغايات العليا للنظام الطربوي تحقيق العبودية لله وعمارة الأرض هذه الغايات العليا للنظام الطربوي مستمدة من دين المجتمع السعودي وهو الإسلام من ثقافة المجتمع السعودي من تاريخ المجتمع السعودي من القيم والتقاليد والأعراف ونظام الحكم في المجتمع السعودي إن المملكة العربية السعودية تحمل رسالة إلى العالم كله هي رسالة الإسلام ولذلك فإن الغاية العليا لنظامها الطربوي هي تحقيق العبودية لله وعمارة الأرض السؤال الآن كيف يمكن أن ينجح النظام التعليمي في تحقيق هذه الغاية ننتقل إلى المستوى الثاني وهو مستوى الأهداف العامة للتربية هذا المستوى يعكس أهداف النظام الطربوي أو أهداف المرحلة الدراسية الأهداف في هذا المستوى أولا أهداف واسعة النطاق عريضة المدى عامة الصياعة تتحقق من خلال عملية طربوية كاملة وذلك مثل الأهداف الخاصة بمرحلة تعليمية أو برنامج تعليمي كامل ومن الواضح أنه لا بد أن تتضافر عدد من المواد الدراسية وتتكامل لتحقيق الأهداف في هذا المستوى وهذا يعني أن إنجاز الأهداف العامة للنظام التعليمي مسؤولية مشتركة وأن بلوغة وتحقيق هذه الأهداف يتطلب فترة زمنية طويلة من أمثلة الأهداف العامة مثلا إكساب المتعلم مهارات اللغة العربية الأساسية ثم ننتقل إلى الأهداف المتوسطة الأهداف المتوسطة هي أهداف الصف أو المقرر الدراسي يشار إلى هذه الأهداف في بعض الكتابات بأنها الأهداف الخاصة لماذا؟ لأنها ترتبط بمقرر دراسي معين أو بوحدة تدريسية محددة تمتاز الأهداف التعليمية في هذا المستوى بأنها أهداف قصيرة المدى إلى حد ما تحدد بدقة كما أنها أهداف توضح ما يجب أن يتعلمه الطالب من دراسة مقرر معين أو من القيام بنشاط معين تكون صياغة الأهداف التعليمية أكثر تحديداً وتخصيصاً من الأهداف الطربوي حيث تتحول الأهداف في هذا المستوى إلى وصف سلوك نوعي محدد من أمثلة الأهداف إكساب المتعلم مهارات القراءة الناقدة ثم ننتقل بعد ذلك إلى المستوى الرابع وهو مستوى الأهداف الإجرائية أو السلوكية هذه الأهداف تعبر عن أهداف الدرس الواحد تختلف الأهداف في هذا المستوى عن الأهداف في المستويات السابقة في أنها تصاغ صياغة إجرائية تتسم بالتفصيل والدقة والتحديد وفي أنها ترتبط بالمعارف والمهارات التي يتعلمها التلميذ خلال درس أو حصة واحدة ولذلك هذه الأهداف لا بد أن تكون سلوكية بمعنى أن تتضمن سلوكا ظاهرا أو أداءا واضحا يمكن لمعلم اللغة العربية أن يلاحظه وأن يحكم عليه من أمثلة الأهداف التدريسية في هذا المستوى أن يحفظ المتعلم صورة الفاتحة في نهاية الدرس أو أن يقرأ المتعلم النص الذي أمامه قراءة جهرية صحيحة أو أن يذكر المتعلم أسماء خمس من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تلاحظ معي؟ إنك تلاحظ أولا أن هذه المستويات الأربعة لأهداف التعلم تتدرج من العمومية إلى الخصوصي فالأهداف الإجرائية تشتق من الأهداف المتوسط والأهداف المتوسطة تشتق من الأهداف العام والأهداف العامة تشتق من الغايات العليا للتربية كما أننا يمكن أن نلاحظ أن الأهداف السلوكية أكثر عددا من الأهداف المتوسط وأن الأهداف المتوسطة أكثر عددا من الأهداف العامة وأن الأهداف العامة أكثر عددا من الغايات العليا للتربية هذه هي أهم مستويات أهداف التعلم التي يجب أن تنتبه لها كمعلم للغة العربي ترجمة نانسي قنقر